نحن العراقيين في العراقيين نحن علينا شنوة الآن بوضع مؤامن علينا يقولون يابا انه تضبطون عصاكم تحفظون تحترمون انفسكم وتبقون بداخل العراق ولا تدخلون لأن هاي القضية قضية اميركية احنا نحرك احجار الشطرنج في اي مكان نريد ان نلعب بها الآن هذه المدن يعني ان كانت سوريا لبنان العراق اي مدينة ثانية او اي دولة ثانية الآن تنتقل رقعة الشطرنج من بلدة الى بلدة بدأت في تونس انتقلت الى مصر ودحت الليبيا انه وجدت في سوريا انه وجدت بالعراق وهكذا دواليك من اجل ابقاء العقل العربي عقل مخدر ليس له وعي وليس له قيمة وليس له اي صوت يسمع عند الاخر لان الاخر اصم واعمى واطرج كل شي ما يفتهم منك هو عند رأي سياسي وعنده ايدي وارجل في داخل الحكومة العراقية او الحكومة السورية او الحكومة اللبنانية من اجل اكمال لعبة الشطرنج العالمية التي يخرج فيها الفائز واحد لان اللعبة هي الان بتحدث بين كثير من الناس لكن الحقيقة الفائز الواحد هو اسرائي والخلاق الان لا تسمح او لا يسمح للعراقيين ان يتدخلوا فيما خارج حدودهم بينما في خارج الحدود دخل داعش الى العراق عن طريق الموصل بمساعدة الاثيل النجيفي والذين معهم وكائنا من كان من هؤلاء الذين باعوا الانبار وباعوا التكليد وباعوا نفس اديالي الان انتو اذا تريدون يا جماعة الخير يا حكومة المبجلة الحقيقية الخلاقة حكومة الفوضى الخلاقة العراقية انتو اذا اردتو ان تقضوا على داعش اقضوا على داعش الموجود في البرلمان العراقي اقضوا على داعش الموجود في المجلس المزراء